الله يطول عمرك يحيي ضيوفنا و أخويانا الدائمين في الحقيقة يا أبو سعود في جانب الرحمة و ذكره و أخواني المشايخ الله يجزاهم خير عن موضوع الذي هو تقاطع الأرحام فيه جزئية حنة أو خلق معين أو خصلة معينة نغفل عنها كثيرا و هي خصلة التغافل خصلة إيش؟ التغافل التغافل نعم حسنت التغافل المهم جدا لحفظ العلاقات الاجتماعية بين الأفراد يا سلام إذا كل وكلمة بيوقف عليها الرجل و كل موقف بيوقف عنده تنقطع علاقاتها الاجتماعية و يصبح منبوذا في مجتمعه اللي هو فيه والشخص اللي بيترك و بيتجاوز و بيدمح حتى بيصير عند ربعة يخافون أنهم يزلون لأنهم يعرفون أنها الرجل كريم أخلاق و بيتجاوز فصيرون يحسبون أنهم ما يجرحونه ولا يسئوله أذكر قصيدة وأبيات بسيطة للشاعر سعد بن جدلان الله يرحمه يوم يقول و أني بن جدلان من لايع اللاعه كان في تسبده دوافير صناعي ألعب المنكوس و أحب رباعه من منف الوقت و الوقت خدع ما دريت أنظر حتى الوقت خدع أشفت مدخالي ولا أشفت مطلعي مطلعي من يحط إذنه على كل سماعة يجي فرقا معه قبهة جمعي تجمعي و هذه الخصلة لو نشرك معها خصلة التسامح دامت علاقاتنا الاجتماعية و دامت المحبة بيننا و دامت الزيارات بين قبائينا و بين حمينا حبيت أشارك في موضوع التغافل قبل ما ننتقل للسالفة لا والتغافل الحقيقة همرا همرا عظيم الرجال وديك تصير مطامره مطامر أحصار يقول لا في الغيداني إن جات من طيب شقاها على الطيب لو انها عوج من رقب تذلولي و إن جات من مسكين منطق وساليب حطيتها بين الثرى و النعولي لا حركت شعرة ولا طلعت شيء ولا ضيقت صدري ولا طق جولي و يقول ابن نفجان الحميدي قالوا حسوبك قلت يا هنو شعات بيدين ربي رزق نفسي و جلها أقولها و عيدها يا ابن نجوعة دوني أبتن عني اللي راح تقلها سبعت الدعوة الرجال اللي بيدقق على كل شيء ما عاد يبقى على الصاحب مثل ما تفضل أخوي الدكتور نختم بمقولة للإمام أحمد بن حنبل في هذا الموضوع سؤال للإمام بن حنبل قالوا يا سمعنا أنك تقول أن تسعة أعشار الخلق في التغافل قال بل الخلق كل يا سلام يا سلام وهو الإمام أحمد بن حنبل ننتقل في سالفة لحجرة في الضويبي حجرة في الضويبي من قبيلة حرب و نعم استاهلوا من جماعة أبو بجات و نعم به و بقبيلة حرب كلها و نعم بقبائلنا كلهم ولكن حننا نستفيد من دروسهم و من قصصهم اللي و صلاتنا واستفدنا منها حجرة في الضويبي رجل كريم و الله أكرم من خلقه و رجل مر عليه كثير من الظروف اللي جعلته يثني حلاله كثر عليه العتاب و كثر عليه اللوم و قالوا أنت يا حجرة أنفت حلالك و أنفت حلال بني عمك و شرف له على ذاك الجبل و شاف له ذاك الهايشة و الحية العمياء تظهر على باب الغار و تفتح فمها و يجي الطير اعتقادا منه أنها الحية غصن و لا يحول إلا في فم الحية الصباح و العصر تعجب حجرة في الضويبي من طريقة هالحية و هالرزق اللي يسوقها الله سبحانه و تعالى ما يوقع له في فم الحية غنى له قصيدة يقول من ضمنها يقول ابن عياد و ما بات ليلة يقول ابن عياد و ما بات ليلة من يمسكيننا أهمومه تشايل أنا اللي ضاقت علي تفرقت يرزقني اللي ما تعدد فضايل يرزقني رزاق الحياة